بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط موضوعنا اليوم يتحدث عن حال تمارين يونتو اللسن وان في هذا اللسن وفي هذا اليونت سوف نبدأ بحل التمارين وقراءتها وهو اللسن الأول واللسن التو لسن تو واللسن ثري أدنى ثلاث اللسنات درسناهن إلى اللسن فور يعني إلى الدرس الرابع درسناهن وتعرفنا عن خصائص هذه التمارين الآن سوف نبدأ بحل التمارين التمرين الأول من يقول لنا أي طبعا تلق التمارين أعتقد هي أيو بيو سي تلق التمارين فإذن التمرين الأول يعني أي الأفعال تذهب مع كل كلمة أو كلمات يعني عندنا هاي أفعال كل فعل يأخذ كلمة أو كلمتين أو أكثر يعني حسب الفعل وحسب الجملة يعني شنو اكتب العبارة لحنا ما ناخذ الفعل مننا وناخذ الاسم مننا لح تتكون عندنا عبارة تستطيع استخدام الفعل هذا أكثر من مرة يعني نقدر نسوي جملتين بكلمة وحدة أو عبارتين يعني بفعل واحد نحن نجي ندرسين طبعا الهاف بمعنى آآ يتناول أو يأخذ أو يملوك الغو يذهب دو يفعل كيك آآ يضرب آآ ريد يقرأ آآ سكور يسجل سبيند يقضي ويتش يشاهد وين يفوز هاي بالنسبة للأفعال نجي للأسماء آآ أبل كرة آآ أجيم لعبة آآ هوبي هواية شوبينغ تسوق آآ بيكنيك اللي هي الرحلة آآ رست استراحة آآ ستوري قصة فشينغ الصيد تيفي تلفزيون بمعنى هو التلفزيون آآ أقول الهدف الظهيرة إلى السينما بعض الوقت نقطة هاي أسماء وهنا أفعال نختار فعل أو يعني الفعل نستخدم مرتين ونختار اسم حتى تتطولنا عبارة كاملة مثل هيش عدنا هنا هاف أبيكنيك هاف أخذنا أخذنا بيكنيك صارت عدنا عبارة يعني امتلاك رحلة نجي هاف أريست امتلاك استراحة تلاحظون الغوز تخدمناها ثلاث مرات بأسماء مختلفة اقرأ القصة سجل هدف سجل نقطة أقضي بعض الوقت سبينت ذا أفترنون أقضي الظهيرة مشاهدة اللعبة مشاهدة التلفاز فز باللعبة هاي أعزائينا الطلبة حلينا اللي هي تكوين تكوين العبارات باستهدام أفعال وأسماء صارت عدنا عبارات 15 عبارة نلتقل للتمرين الثاني choose five braces from exercise يعني اختار خمس عبارات نختار خمس عبارات من ذنة اللي سجلنا هنه from exercise a هذا exercise a ونختار خمس عبارات من exercise a write a complete sentences for each one يعني شنو نختار خمس عبارات ونسوى عليهم جملة زينا عزائي طلبة مثال يعني عائلتي تملك رحلة كل جمعة هاي سوينا جملة بالهاز بيكنيك امتلاك يعني الرحلة أو آآ ذهاب في رحلة نجي نسوي جملة يعني طبعا لحسوي لكم أربع جملة الخامسة عليكم أعزائي الطلبة أنتم مطلوب منكم تصووا جملة معينة باختيار أحد العبارات الخمس عشر هذه I read a story every weekend يعني شنو أنا أقرأ قصة كله آآ نهاية أسبوع We watch a TV every night نحن نشاهد التلفاز كل ليلة I and my friends أنا وعائلتي go to the cinema every Friday أنا وعائلتي نذهب إلى السينما كل الجمعة He kick a pole wall هو ضرب الكرة بشكل جيد هاي أربع جملة أعزائي أنا طلبها استخدمنا kick pole ضرب الكرة استخدمنا go to the cinema واستخدمنا watch a TV واستخدمنا read a story أربع عبارات اختاريناها من ذني الـ 15 اللي كتبناها واجب عليك أعزائي طلبك كتابة الجملة الخامسة حتى تستطيع التعبير عن عبارة من هذه العبارات ننتقل للسؤال الثالث من listen one put these verbs in order from top to button ضع هذه العبارات هذه الأفعال عفوا بالترتيب من الأعلى إلى الأسفن شن يعني من الأعلى؟ يعني قوة استخدام هذه الفعل عدنا أفعال درسناها باليونت السابق وبالمحاضرة السابقة تتحدث عن تتحدث عن وضع الأفعال يعني تتحدث عن الأفعال أفعال الحس تسمى ومدى قوتها فإن نجي نرتبها من الأعلى قوة إلى الأدنى قوة ثلاث صحات عدنا هنا love صحين really enjoy صح واحد like x واحد don't like ثلاثة اكسات hit هاي بما يخص ترتيب الجملة من الأعلى إلى الأسفن هذا كل ما يخص عزاء الطلبة لصنوان المحاضرة الأولى من الدرس من اليونت الثاني أو الوحدة الثانية وحل تمارينها أي سؤال وأي استفسار بما يخص هذا الموضوع تستطيعون أن تذكروه في التعليقات أسفل الفيديو ليتسنع لكم شرح مفصل لهذه التمارين listen to طبعا قبل أن نبدأ بالlisten to عدنا هذا سوف أضع لكم رابط الدرس بما يخص هذان الأفعال ومدى قوتهم في الوصف أسفل الفيديو listen to write the verb in the correct form to go go or going يعني شنو اكتب الأفعال في المكان المناسب أو الصحيح اللي هنا الأفعال to go go ثلاثة تفعال to go للذهاب و go يذهب و going للذهاب هاي بما يخص تناسق مع الجملة نجي نقرأ ونشوف آآ where would you like to go the south of the room يعني أين تحب أن تذهب هذه الظهيرة how about going to the park ماذا عن الذهاب إلى المتنزه I'd rather go to the beach and play football أنا أرغب بالذهاب إلى الشاطئ ولعب كرة القدم why not go to the fan fire لماذا لا تذهب إلى مدينة الألعاب أو مدينة الملاهي I'd love to go to the mall أنا أحب أن أذهب إلى المال yes let's go دعنا نذهب هذا بما يخص وضع الأفعال to go go going في الفراغ المناسب أو الفراغ الصحي ask and answer اسأل واجب pupil هاي عدنا بين طلاب اثنين واحد يسأل واحد يجاوب pupil one pupil two pupil one التلميذ الأول make suggestion for the weekend اصنع اقتراح لعطلة نهاية الأسبوع you don't like any of the suggestion انت لم تعجبك اي من الاقتراحات think of good reply for each one آآ فكر ثم آآ فكر جيدا واجب واجب لبكل واحد يعني هنا أنا لاحظ اش قايل قايل how about going to the beach ماذا عن الذهاب إلى الشاطئ بالظاهرة اش قايل له قايل له هي جدا حار احاول تفكر بالموضوع وتجاوب عن هذا الاقتراح بشكل افضل من هذا غير القواعد نلتقل إلى بما يخص عزاء طلبة ايضا سوف اضع لكم محاضرة الدرس الثاني في الوصف ازفل الفيديو من كتاب الطالب نلتقل إلى اللصن الاخير والدرس الاخير وحل تمارين الدرس الاخير من هذا الدرس او من هذا الفيديو جد الكلمات التي توصف كل نوع من انواع الكتب في البحث عن الكلمات ثم ضع لابل يعني ضع اسم الكتاب اللي لقيته على هذه واجهة الكتاب اش عدنا عزاء طلبة عدنا مجموعة حروف يسموها لعبة ايجاد الكلمات وهنا عدنا صور للكتب اللي اسماها المفروض موجودة هنا فمن هاي الصور لازم نستخرج الكلام يعني اسم الكتاب المناسب عدنا والكتاب استخرجناه هو كوميدي يعني كتاب كوميدي مستربين هو عنوان الكتاب الكوميدي هرور اللي هو شنو الرعب هرور الرعب القطة السوداء يعني شنو المغامرون هذا اه الواجهة الكتاب الخاصة بالمغامرون اه اللي هي الروايات والقصص هذي هي يعني ملك الرينجز الحلقات فهي رواية وقصة اه اللي هو السفر وهذه اثار مصر اه يعني اثار مصر او اه يعني حضارة مصر او مساحة مصر بما يخص السفر هذا شنو بوكس الى الخامس يعني هذن الكتب من الثاني والثالث والرابع والخامس هذن كلتهم انواع لقصة طبعا هاي من فهمك اتر الموضوع اما كلمة ستوري فهي غير موجودة هنا اه ناو فاين دو وان وورد دات جوز داونز يعني شنو استخرجن كلمة شنو هاي الكلمة شخص في الكتب في الكتاب اه او الفيلم او المسرحة اكو شخص مثلا بالكتاب مثل او شخص بالفيلم مثل او شخص في مسرحة هذا شي اطلق عليه اطلق عليه اذا جينا بحثنا هنا ما اعتقد شخصية بمعنى شخصية هاي بما يخص التمرين الاول من lesson 3 الان ننتقل للتمرين الثاني والاخير complete the article اكمل المقال اه with a verb مع فعل from the books من الكتاب use each word once استخدم كل كلمة مرة واحدة ادنا كلمات هنا لازم اخليها بالفراغ المناسب بما يتناسق مع شنو مع الجملة والرواية اللي لحن نكملها didn't like لم تحب got جلبوا او اخذوا او ياخذ go يذهب read يقرأ take off يعني اقلاع was called يعني شنو اطلق عليها او كانوا يطلق علي was made of اه صنعوا went ذهبوا where was هذا النفع المساعدة وارك اطلق عليهم اه الفراغ i read an interesting book recently يعني شنو انا قرأت كتاب اه ممتع اه مؤخرا it was called اه كان يطلق عليه the mountains of the moon اه يعني شنو اه جبال الجبال اه في القمر it was a sky's fiction story هو كان كتاب اه وقصة اه قصة رواية علمية كانت قصة رواية علمية the mine characters الشخصيات الرئيسية were called كان يطلق عليهم jim and mari اسمهم jim and mari هم الشخصيات الرئيسية في الرواية او في القصة they were strong nuts هم كانوا رواد فضاء you know انت تعلم people who go into space انت تعلم او تعرف الناس الذين يذهبون الى الفضاء they went to the moon هم ذهبوا الى القمر they found a mountains of the moon هم رأوا جبل على القمر it was made of gold كان مصنوع من الذهب they got lots of gold اخذوا الكثير من الذهب but than the spaceship ثم لكن ثم المركبة الفضائية was too heavy كانت جدا ثقيلة it couldn't take off لم تستطع الاقلاع i didn't like the ending of the ending انا لم احب النهاية because بسبب it was very sad هي كانت جدا حزينة هاي بما يخص التمرين number letter p يعني التمرين الثالث من تمارين العفو التمرين الثاني من تمارين lesson 3 من تمارين المحاضرة او الدرس الثالث من اليونت الثاني هذا الى هنا عزائنا الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم اتمنى قد استفدتم من هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك والاعجاب في الفيديو مع تمنياتي لكم بالنجاح والموفقية اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة